التحذيرات النفسية لصغيرتنا في المناسبة الدينية كيف يستقبلوا هالمناسبة الدينية خاصة في إطار الاحتفال بالمولد النبو الشريف هل أنه عنده ما يكفي من المعلومات والثقافة الدينية اللي لازم تكون موجودة عند صغيرتنا وإلا لي حضر معنا الأستاذ ذالطفي ترودي مدير مؤسسة تربوية ورئيس لجنة المسابقات والأنشتة الدينية لمهرجين الدولي للمولد النبو الشريف مرحبا بك من جديد سي مرحبا بك سنيا جمالي الأخصائية والمعالجة النفسية موضوعنا حكينا بالجديد قلنا التحذير النفسي لصغيرتنا وسيلوت في تبركة اللي اعطانا معناه حتى المعلومات وكيفيش لكننا قتلوا كيفيش سيلوت في صغير فان عمر بالضبط ينجم يستوعب اللي قاعدين نحكي فيه في الإطار هذي يستوعب شنو معناه حتى مناسبة دينية وقت يستوعب شنو معناه هو أهل الاختصاص وأختي سنيا أدرى مني بهذايا من 6 ل 13 سنة الطفل أبو الرجل صفحة بيه إذا قاعد تكتب فيها واللي مش تنسخوا فيها مش يثبت وهذاك عليش نحن بعد 13 و 14 سنة نخليه يعوم بحره ويعوم يعوم وما ينساش كساه وفي مخزوننا الثقافي كسكس له يرجع الأصله ما هو الأصله؟ الأصل هو اللي خداه فيها الفترة هذية من 6 حتى 13-14-15 سنة نهايته إذا كان وصل به العمر لهذاك لأن المرحلة تبدأ في التعليم الابتدائي حبر ما يحط رجليه في المدرسة وليس يلقى مش يلقى مش يلقى مش يلقى مش يلقى شكون اللي يساهم معاه في تربيته كان عنده ابوه ولم لهين به طوى مش يخرجوا يعطيوه شوية صحيح أنا عندي لبنية عطيت بالمثال يتضيحوا الحال عندي بنتي زينب ربي إن شاء الله يوفقها ويوفق جميع أبناء المسلمين تاكل ياسرك السلامي تاكل ياسر السلامي نحن هناها ما حبيناش شيء جات نهار تريف كليت تريف بركة ورجعته وقت اللي قلت لها علي شبهتنا قالت المعلمة قالت شوف ما أنا علمي وعلم أمها وينو المعلمة قالت يعني المعلمة وقت اللي تكلمت اخذت بنتي من عند المعلمة أكثر من اللي اخذت من عند أمه ومن عند بوه وهذه المرحلة الصحيحة اللي قاعدين يخذوا فاق علشي أنا ديما الأسرة التربوية مع كامل احتراميتي للمربيين ربي يبار كلهم ورب يوفقهم يا أنا نستحيء باش معلم يشد سيجار وقدمت لمدته خاطرة علشي إذا كان شعلك السيجار وذلك الفينومان متاع تشعيله والفينومان متاع كيفاش يجبد لهوا ويخرجوا 80% من تلمت ومشي يتأثروا بك المشهد هذاك وإذا كان المعلم المربي ما نحبش نقول المعلم سي محمد جبنياني ما نقول ما معلم ما نحبش كلمة معلم مربي مربي سي سلم الشعباني ربي يبارك له مرة متعدي أنا أخذت شوية لوز وأنا بالبسكليت في السوق وهو قعت يا أنا حطيت كعيبة كما هكف مني وقسرتها وهو أشي يقول هاي جلانة أرى أنا بمرتي بصغاري فهمتني هاي شفش تعمل شنو تيكل البرة فهمت هاي الطربي بالحق فهمتني به ما نحبوش كلمة معلم نحبو كلمة مربي المربي وقت اللي يدخل يدخل لك الصغيرة هذوك ويعطيهم الحاجة الصحيحة راو نحط في بالهم والسادة المربين تبارك الله ما شاء الله ما هو بشي خصيصين وأنا حلقة في فلاتهم كتقول تقطع وأعمال المرأ والصادق المصدوق هكذا قال تقطع وأعمال المرأ إلا من ثلاث أما صدقة جارية أو علم شو محلاها صلوا على رسول الله علم ينتفع به تارش مانا علم ينتفع به معناها صغير خارج سيدي نمشي نشرب حق من حقوق باش يمشي يشرب أنت قبل ما يمشي يشرب عايش وليدي أسمعني أنت هز الواحد بالليمين أشرب بالليمين أروا الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب بالليمين شخدام عندك خدام عندك سنة ومن أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة مش يدخل لي قضاء حاجة بشرية ما خرش عصطر واشي ما خرش مباتش على الموضوع ما زن فيتر المربي صحيح كمش يخرج مش يقضي حاجة بشرية عايش وليدي هاو دوها ووقت لي تدخد فهمتني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباث ما عملت أنت تكتبت كلمتين وحفظت كلمتين مدام هو عليك الوتيرة هذيك وحياته كاملة يجي مش يقضي حاجة البشرية يقول اللهم إني أعوذ بك من خبث والخباث سوى حي سوى ميت قاعد أنت قاعد تتفاب من أحيى سنتي لفها شطط ولفها قلو ولفها انحراف ولفها حتى شيء من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة يعني بلغة أخرى لأنه الصغير متعطش باش يأخوا معلومات من عند المربي متاعه من عند المعلم متاعه المثال المعلم متاعه وسحيت هو المثال باهي إذا كان انتي تعطيه تقوله سمعني صحفة العصيدة لكن أنتي وقتها اللي تصحح له تعطيه يعطيه اعطيه شنية العصيدة يعطيه الزقوق وهل يشكلوه تكلوه في وقت جوع في وقت من وقت يجوز المثال الثقافة اللي تتضرح بذلك ليس يتحكي له على المسيرة متاع الزقوق وعليش ولي تعصيدت الزقوق وشنوه وثم شوف شوف توا في كنف غلو الاسعار وهالشي اللي قاعد ينروا فيه يودي وصلت فم خلافات ما بين أزواج على طرف الزقوق إذا ما حضرش زوء اقتوري نت مناسباتنا الدينية بشهوة البطن وشوفوا رمضان كيفاش يتعدى وشنخليوا في رمضان شوفوا الجمعة التلانية متاع رمضان كيفاش الفارينة والسكر والكوشة باش تحضر لحلو معناها بلغة أخرى أعليش وقت اللي انت تنجم تحيي مناسبتك الدينية باش تعطي حاجة مبدئية حاجة من ديننا شريعتنا رأي ما تتصلح الأمة إلا ما ناخده حاجة صحيحة مش وعصيد تزقوقوا ما تتصلح الأمة إلا ما ناخده حاجة سليمة مشي الفول والعظام ما تتصلح الأمة إلا وقت اللي نبنيوها مساس والبني مساس مش تعطيه حاجة بسيطة حاجة مزيانة ما فيها حتى انحراف ما فيها حتى ولو ما فيها حتى تطرف صغيراتنا نعطيهم ونحن نضحكهم طوطرا وصغيراتنا وجيه للمشيشي كيفاش يكون لو كان نحن بمثل هذه المنابر مريم ربي بارك لك أنا قلت لك سونيا يعطيكم الصحة مثل هالبرنامج هذه قلت لك أول مرة نسمع كيفاش الصغير يحتفل بمناسباته الدينية ربي بارك نكمل مع مدام سونيا في إتار تكمل لك لما سيلوت فيلي كان أعطاء مثل اللي قال المربي هو المثال الأقرب اللي يقتيد بيها الصغير أمو تقوله بو مقوله ما يمشيش حتى احنا وصلت سونيا تهديدات لصغيرات مثلا هو كان يعمل حاجة خائبة روش نكلم ساتيك روش نكلم سيدك روهيذا كيفاش نواصدهم جو سونيا جاوبني على نقطة العمر وقت الشي نجمي فمصغير ونكملوا زيدا كيفكيف تأثيرات المربين على صغيراتنا في الإتار هو يصير تأهيل صغير للعمر اللي بشي والي يستوعب فيه بطريقة صحيحة ذاك عليش في رياض الأطفال من يدخل ثلاثة سنوات نبدو بشوي بشوي تسمى تأهيل نحن نحسوا فيه تحسيس على المناسبات الدينية نحتفلوا في الرياض الأطفال بالمناسبات الدينية أما ديما الاحتفال يكون مقترن بقدرة الاستيعاب وتصور الصغير معناها مقارنة بالنظام المعرفي الذي يكون الخيال يكون شاسع لذلك يحاولون نجزده بالمحسوس في سن خمسة سنوات يولي الصغير ينجم يستوعب القيم والمبادئ والأصص في المدرسة كيف ما قال تواصيله فيه سنة تحذيرية ساعة يكون خمسة سنين وشوية يكون سنة أولى وقتها يبدأ الصغير تعطيه معلومة تترصخ في ذهنه تتعدى في الذاكرة طويلة المدى ويقعد كل عام عايش قد كيزم تحديث في طريقة الاحتفال بالمناسبة الدينية عليش على خطر هو كي انتي بش تقوله كلمة المولد في عوض تجي ديريكتما في المخيلة متاعو تصوير تلعسيدة مش تجي ديريكتما في المخيلة متاعو السيرة النبوية هذا هو اللي بشي لعب الفارق بعد الطريقة كيفيش انتي بش تقدم كالمناسبة الدينية للصغير سخطوه في الأعوام الأولى اللي هي ثلاثة أربعة خمسة سنوات بشي قعد ديمة بالنسبة لي هو الأنموذج اللي منخزن في الذاكرة متاعو هو اللي بشي يعمل الفارق دو كان من لول اخذي الأنموذج بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة اللي مفهوم المولد النبوي الشريف واخذيها على أساس سيرة نبوية ومبعد احتفالا بالسيرة النبوية هذيكة نحن رانا نقدموا حاجة حلوة وفي بلادنا من أكثر الحاجات اللي نستعمل هي عسيزة تسجوكو إذا هو ديمة تقدم معناها سيرة نبوية على عسيزة تسجوكو أوتوماتيكم صغير بشي يخزنها بالتغريقة هذيكة مثلا بقضاء لعبة صغيرة بشي نقرب كيف ما قال عجبتني قبيلا بشي نسلقها من عند السيلوط قال بالمثال يتضح الحال لذلك سأعطيكم مثال بشي تضح الحال للناس الكل يقول كلمة شجرة ما هو نوع الشجرة التي في موخك شجرة برقدان برقدان أكيد زملائنا قلت طفاحة أمنا سيف كرموس أنا برقدان لذلك نحن لدينا مفهوم شجرة ما لم نقل عصفور أو مفهوم شجرة لكن الشجرة الأول التي خزنتها في ذاكرة طويلة المداء والتي نحن صغار هذه التي جاء عليها طويلة كيف كيف صغير مفهوم المناسبة الدينية التي يأخذها في الفترات الصغيرة من 3 حتى 5 سنوات هو الذي يبني عليها برشا حاجات كذلك مهم جدا من لول الصغير الذي في عمر مبكر يأخذ الأمور بدقة وبطريقة سليمة بش هو تخزين وسفير سليم بش مبعد نجده على حسب الحدث واللي المخزون عنده مهم جدا في حديث سيلوت في زلاكيشكيش في تحدث على دور المربي اللي الأولياء ما يوصلوش المعلومة وإلا الأولياء هنا يأشكو والليت ما توصلش المعلومة والليت خلينا نقول كسولة في إيصال المعلومة والليت تعول على المربي أكثر من اللي هي تحب تواصل المعلومة بالنسبة لها الأولياء الروضة قاعدين يحتفلوا بالمناسبة هذي تويوصلوهما المعلومة للصغير أنا من عماش حتى مجهود باش نوصل لصغير المعلومات خاصة أنا راني مركز على المناسبة الدينية خاطر لحظ شدت عيني الصغير تلقاهم ما يعرفوش ما يعرفوش المناسبة الدينية هنا شكون اللي عنده الأولوية باش يوصل المعلومة للصغير المتاع دي ما المحيط لوليني هو الوالدين الأسرة النوات الصغيرة هو اللي ينطلق منها المدرسة الأولى هي العائلة المثال الأعلى للصغير هو يترعرع ويجي وينشأ فيه أما بين أمه أبوه وإخواته إلا إذا تكون العائلة ممتدة منمومة مبعضها ومن بعد بدرجة ثانية يجي دور المدرسة ديوغ الصغير نحنا ثلاثة سنوات الأولى موجود في دار ترتكز عليها بناء شخصيته اللي هما الوالدين وبعد في درجات أخرى المحيط الخارجي يتعرف عليه الصغير اليوم السؤال اللي قلتوا مريوهما حسيتوا سؤالات في سؤال وفيكتيف ما رأوا اليوم بالحق في موالدين ما يعرفوش رأوا هما بيدوا على خاطر كيترجع للمخزون الذاكرة متاحهم المولد ميمثل لهم كان من صحفة العزيدة قبل بتدخ حذر على عركة بنوم والبوعة كيفش يتعاركو على شريان العصيدة ولا على غلاء العصيدة وما يروجو ذاك في وسائل الإعلام نحنا كنحكيو على المولد جات فترة ما نحكيو كان هاو فمش عزو زوجو هاو فمش سكر هاو فمش ندر شنو حتى تاو الاحتفالة الموسابقات يعني في إثار ويعملوا اجتهاد ونحتفلوا بالمولد بالشري دوجيش بش ناخد اكزامبل لا يقاس علي ماذا محالات شهد موجودة اليوم يقول كس معايا بش نعمل مسابقة يشكون يجيب نعمل ديگوستاسيون أحسن مطعم أبنع صيدة يربح جايزة ولا ما قلناش مثلا اكثر واحد يعرف صيرة النبوية ولا اكثر واحد مثلا تتعامل ان شاء الله بتدخل تجربة هذي على وليات اخرى وبيصيغ المولد النبوية الشريف ما هو حكر على وليات القير وين نقول حكر على أمة الإسلامية الكل كنا نتفق نجتمع بطريقة الاحتفال تكون موحدة كيفما اجتمعنا وطورنا ووحدنا طريقة الاحتفال مثلا بعيد الاضحى على خطر ذي كان موجود معروف الاعياد متاع نعيد الفطر ماناش قاعدين يحتفلوا بي بنفس الطريقة لابخوف اللي عمره مثلا الدول الإسلامية الكل عمرها ما تحتفل بي فردنها حكيت برش هالي خطر مجال مجال نخذ احنا سمحكم زوز نخذ ونرجع نكمل لحتي تتعامل 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 بشنا نجاح وتميز